موسيقى تحط عليها ومبدأ سواء بكارت إلكتروني من ناحية من الناحية التانية شركات الشحن والنقل بيتم تجيل دخول الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني وبيتم تحديد الحاوية اللي حتتحط على الشاحنة مجارد وصول الشاحنة لبوابت الدخول المرحلة الأولى بيتم مسحها إلكترونيا والمعلومات كلها بتترسل لمركز البيانات بالوقت ده الشاحنة بتنتقل من المرحلة الأولى لبوابت المرحلة التانية وهناك بيتم طباعة ورقة الدخول للساحة مجرد دخول الشاحنة للساحة بيتعرف عليها وينش الساحة آليا ويتم بيظهر على الشاشة الوناش اللي فوق بيان الأمر التفريغ من بعد ما تتم العملية الشاحنة بتخرج من المحطة عن طريق نفس النظام بوابتين المرحلتين النظام ده حيسمح بدخول الشاحنة بطريقة مبرمجة دخول وخروج الشاحنة بطريقة مبرمجة من غير التدخل المباشر من العنصر للبشر شكرا سيادة شكرا مرحب بحرطك محاسب مصطفى عبدالباري مدير مالي المحطة اشتغلنا خلال 18 شهر على تطبيق المنظومة المالية الإلكترونية للمحطة باستخدام برنامج ليربي البرنامج مربوط ببرنامج التشغيل الرئيسي بالمحطة المسؤول عن الزار كافة أوامل التشغيل وحصر كافة الإرادات وإرسالها في صورة فواتير إلى برنامج ليربي اللي بدوره مربوط بالمنظومة الإلكترونية ويقوم برفع كافة الفواتير على المنظومة الإلكترونية ومن ثم نقوم بتحصيل كافة إرادات المحطة من العملاء من خلال البنوك فقط عن ناحية الأخرى البرنامج ليربي مربوط ببرنامج الصيانة الرئيسي بالمحطة المسؤول عن تخصيص كافة المصاريف على مستويات الأفراد والمعدات والأقسام ومن ثم يقوم بإرسال كافة البيانات إلى برنامج ليربي على الناحية الأخرى المواردين يقوموا برفع كافة الفواتير على المنظومة الإلكترونية وبالتالي بنقدر من خلال جيرنامج ليربي نصدر أوامر دفع للعملاء للمواردين من خلال التحولات البنكية فقط ميزة تطبيق من منظومة المالية الإلكترونية أنها بتسمح للإدارة العليا الحصول على كافة البيانات في أي وقت خلال السنة الحاجة الثانية أن كافة المعاملات المالية المحطة متاحة على منظومة الإلكترونية لكل الجهات الرسمية وطبعا أخيرا المحطة بتطبق سياسة الشمول المالي والتحول للرقم شكرا أفضل شكرا ألف مبروك ألف مبروك شكرا أفضل